اشتركوا في القناة وبدأت شرارة هذه الثورة من أذربيجان قام بها بابك الخرمي وتحديدا في قرية بلال أباد ثم انتقل شره المستطير حتى وصل إلى همدان وإلى أصفهان عاث هذا الرجل الذي ثار على الخلافة العباسية عاث في الأرض فساده وقتل الكثير من المسلمين وذكر أهل السير أن الذين ماتوا تحت سيفه قرابة 250 ألف مسلم هذا الرجل بابك الخرمي بدأ يراسل تيوفيل ميخايل ملك الدولة البيزنطية يحرضه على اجتياح أراضي الخلافة العباسية طلب منه أن يعبر نهر اللامس وأن يقتحم ويدخل على أراضي الخلافة العباسية إذن جاء الشر من المشرق من خراسان من بابك الخرمي وأيضا جاء الشر من جهة الغرب يقود هذه الجيوش تيوفيل ودخل مدينة يقال لها زبطرة وكانت هذه المدينة خاضعة للخلافة العباسية حاصر هذه المدينة ودخلها وقتل من فيها وسبى النساء المسلمات في هذه المدينة كان من بين تلك النساء امرأة هاشمية صاحت هذه المرأة وقالت ومعتصما فبلغ ذلك المعتصم أن هذه المرأة هاشمية وهي من بنات عمه أنها صاحت وقالت ومعتصما فقام من كرسيه وقال بصوت عال لبيك أيها المرأة لبيك يا أختاه وبدأ يردد هذه المقولة لبيك أيها المرأة لبيك يا أختاه ثم أمر بالنفير العام لا شك حقيقة أن الانتصار على بابك الخرمي في سنة مائتين واثنين وعشرين كان في شهر رمضان فشهر رمضان هو شهر الأمجاد وهو شهر مبارك وفتح الله عز وجل فيه على المسلمين في معارك كثيرة وقد ذكرنا قبل ذلك من فتح مكة ونزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم ومعركة بدر الكبرى التي حدثت في شهر رمضان وكان النصر للنبي صلى الله عليه وسلم ومعه من المسلمين ها هي الجيوش الإسلامية تحت ظل الخلافة العباسية تنتصر على بابك الخرمي في سنة مائتين واثنين وعشرين للهجرة النبوية ثم يرجع المعتصم بجيشه ضافرا منتصرا وإذا بهذا الملك البيزنطي تيوفيل بن ميخايل ملك بيزنطا يدخل إلى زبطرة ويقتل المسلمين هناك ويأسر هؤلاء النساء وتنتخي به تلك المرأة بقولها ومعتصمة قام المعتصم وجمع قادة الدولة ومنهم الأفشين وكذلك أشناس وإيتاخ وغيرهم من القادة الكبار بغى الكبير وأشهدهم بجمع كبير من رجال دولته أنه قد أوقف ثلث ماله في صالح الفقراء والمساكين أراد أن يتقرب بهذا الوقف إلى الله عز وجل علّه أن يكون سببا في تحقيق النصر والتسديد من الله تبارك وتعالى رجع إلى الله عز وجل ورجع الجيش إلى الله بالتوبة والاستغفار وتوكلوا على الحق تبارك وتعالى في هذه المعركة الطاحنة التي يخوض غمارها المعتصم أمام هذه الإمبراطورية العملاقة التي ظلت تحكم العالم الإسلامي أكثر من ألف سنة انطلقت تلك الجيوش حتى وصلت إلى نهر اللامس ونهر اللامس الذي يمتد شمالا وجنوبا هو الحد الفاصل بين الخلافة العباسية والإمبراطورية البيزنطية استطاع المعتصم أن يعبر بجيشه هذا النهر إلى الضفة الأخرى ثم انطلق بعد ذلك يفتح المدن والحصون فما من جيش يعترضه حتى يسحقه جيش المعتصم كما قال عمر بن بعد كريب أثانا ثائرا بأبيه قيس فأهلك جيش ذلك مستمغدي اجتمع المعتصم أثناء هذه الحملة التي قادها بكبار رجال الجيش وقادته فقال لهم أي المدني أعظم وأعز وأعصى عند البيزنطين فقالوا له عمورية هي أعظم عندهم من القسطنطينية فانطلق إليها وحاصرها وأمر هذه الجيوش أن تنقسم إلى ثلاثة أقسام القسم الأول كان عليه القائد الأفشين وميملة الجيش كان فيه أشناس التركي وفي القلب كان عجيف وكذلك في الساقة بغى الكبير ثم أمر الأفشين أن يتقدم لملاقات ملك الروم ميخائل تيوفيل بن ميخائل وفعلا حدثت هذه المعركة قبل فتح عمورية فانهزم ملك بيزنطة هزيمة النكراء أمام جيش المعتصم وقتل من كان معه من الجيوش ووقع من وقع منهم في الأسر فهرب من أرض المعركة واتجه إلى القسطنطينية وتحصن بيها لكن المعتصم رحمه الله سار بجيشه حتى وقف على عمورية هذه المدينة العظيمة وعمورية تحديدا هي اليوم تقع في جنوب غربي أنقرة وهي عاصمة تركيا تحديدا عمورية وهذه المعركة وقعت في هذه الناحية تسمى اليوم سفلي حصار سفلي حصار هذه المنطقة الصغيرة اليوم هي التي وقعت فيها هذه المعركة وهذا الفتح العظيم فتح عمورية طبعا بدأ المعتصم بجلب المجانيق والمجانيق نوع من أنواع القذائف التي كانت تستخدم سابقا وهي عبارة عن آلة عسكرية تحمل صخرة عظيمة قد تزن هذه الصخرة طن أو طنين ثم تقذف هذه الصخور إلى داخل الحصن وهذه الصخرة إذا وقعت على شيء من البنيان تهدمه وتسحق من يكون تحتها فعلا بدأت تلك المجانيق تلقي بتلك القذائف المحترقة كانت تضرم بها النيران فتنطلق القذيفة كالشهاب وينزل أو تنزل هذه القذيفة فتحرق تلك القرية واشتعلت النيران في تلك القرية ودب الخوف بين صفوف هؤلاء الصليبيين واستطاع أيضا المعتصم أن يهدم جانبا من السور وكان هذا السور قد أصبح ضعيفا بسبب الأمطار التي جرفته السيول من تلك الأمطار لما تهاوى ذلك السور في ناحية من نواحي عمورية كبر جيش المعتصم ودخلوا إلى القرية وحدث الصدام العنيف وقتل جيش الصليبيين داخل هذه المدينة في حمام من الدماء انتصارا للمسلمين وانتصارا لهذه المرأة التي صاحت وانتخت وقالت ومعتصما وهنا أيضا نريد أن نبرز مكانة المرأة في الإسلام وفي ذلك رد على من يقول أو يفتري على الإسلام بأنه دين يعني يهين المرأة وهذا لا شك أنه مجانب للصواب تحرك جيش الخلافة من سامراء ومن بغداد وعبر الجيش ومات من مات من هذا الجيش كل ذلك انتصارا لمرأة صاحت وقالت ومعتصما دخل المعتصم هذه المدينة وقتل ثلاثين ألف من تلك الجيوش التي صمدت في قتال المعتصم ثم سبى من سبى منهم من النساء والأطفال ولا شك أن المعاملة بالمثل تردع هؤلاء الظالمين عن المسلمين ومن أن يعيدوا الكرة في اجتياح المدن الإسلامية وقتل المسلمين وسبي نساؤهم وأطفالهم ظل المعتصم في عمورية كما يذكر أهل السير أكثر من خمسة وعشرين يوما وهو يجمع الأموال التي غنمها ذلك الجيش في هذه المعركة ثم رجع بعد ذلك منتصرا إلى عاصمة الخلافة العباسية بغداد لما علم بذلك الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة وقد ذكرنا أيضا أن المعتصم قد عذب الإمام أحمد بن حنبل في فتنة خلق القرآن وهو من أمر بجلد الإمام أحمد وكان يجلد على ظهره حتى كان يسقط لحمه رحمة الله عليه لكن الإمام أحمد حين علم بهذا النصر وبهذه النخوة من المعتصم أنه نصر تلك المرأة التي قالت ومعتصما وفعلا وقف المعتصم أمام هذه المرأة وقال لها أتشهدين لي أنني قد نصرتك فقالت نعم أشهد أمام الله عز وجل أنك قد نصرتني ونصرت الإسلام قال الإمام أحمد رحمة الله عليه أشهدكم أنني قد عفوت عنه بما جرى منه لي في تعذيبه لي في فتنة خلق القرآن قد أبحته بنصره للمسلمين إلى هنا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته